كالجبال الشامخة والأطواد الثابتة وقفوا امتداداً لوقوفهم في وجه ميليشيات الحوثي ورفضهم القاطع لمشروعها الكهنوتي رفضاً عمده كثير منهم بالدم والأشلاء وقفة نظمها النازحون في مخيم السويداء شمال مدينة مأرب تزامناً مع يوم النكبة الحوثية وتنديداً باستمرار انتهاكات الميليشيات بحق أبناء اليمن بمختلف مناطقهم هذه الوقفة الاحتجاجية والتي وقفنا لنعبر عن ممارسات وظل من انقلب على الدولة والجماعة التي نقول أن كليلاً عنها وصفها بالإرهابية في جميع مناح الحياة السياسية واقتصادية واجتماعية أكد الجرحى والمعاقون صمودهم وثباتهم والسمرارهم في النضال والكفاح ضد الميليشيات برغم ما أصابهم من جراح وما قدموهم من تضحيات تهون في سبيل الوطن ونصرة المظلوم واجتثاث ظلم الميليشيات وتخلص الشعب من بطشها والله أنه أسام فخر وأسام شرف لنا أن نحن وقفنا في وجه هذه الميليشيات وضحينا بجزء من أجسامنا ودفاعنا هو عن المظلومين الذين تحت سيطرة الميليشيات والذين لا زالوا يعانون من بطشها وظلمها حتى اللحظة أما نحن فقد عزنا الله سبحانه وتعالى واختارنا لجهادهم وقتالهم فلنا الشرف الكبير أكدت المرأة في كلمتها على أهمية الإصطفاف الوطني وتوحيد الصف الجمهوري من أجل مواجهة الكهانوت الحوثي الذي لم تسلم من شره شريحة من شرائح المجتمع بما فيهم المرأة التي واجهت شتى أنواع الانتهاكات الحوثية نازح مخيم السويدان يهيبون بكل أحرار اليمن أن يعبروا عن رفضهم القاطع الكهانوت الحوثي بكل الوسائل الممكنة وأن يصطفوا الاشتثاث الميليشيات وتطهر اليمن من جرائمها لأعم السلام ويعود النازح وتستعد الدولة المختطفة من قبال تلك الميليشيات الإرهابية دعت الوقفة في بيانها الختامي إلى التمسك بالثوابت الوطنية وفي صدارتها مبادئ أهداف الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري كما دعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التصدي للمخاطر المحدقة بالشعب اليمني وثورته ونظامه الجمهوري وأكدت وقفة النازحين أنهم مع السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الذي يعيد الحق لأصحابه ولا يمكن المعتدي من السمرار عدوانه التمسك بالثوابت الوطنية وفي صدارتها مبادئ وأهداف الثورة اليمنية وأهم مكسب لها وهو النظام الجمهوري وما ترتب عليه من تعددية سياسية وحزبية وموارسة ديمقراطية يستحيل النكوس عنها والقبول بما دونها خمسة تتمسك بماسب المكتسبات التي تحقق لليمنيين خلال العشرية الأخيرة المتمثلة بالمرجعيات الثلاث مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية وأهمها القرار 22-16 تخلل الوقفة مشاركات خطابية من عدد من النازحين أكدت في مجملها على أهمية استمرار مواجهة الميليشيات الحوثية وأهمية تضافر الجهود في القضاء عليها والسعادة الدولة المخطوفة محمد القليصي لقناة سهيل مأرب